للمزيد حول حالة أسواق ينضم إلينا من بغداد رئيس اتحاد الجمعية الفلاحية السيد حيدر عبدالواحد أهلا بك سيد حيدر يعني تغير الوضع الآن بعد خفض الدول المصدرة لأسعار المحاصيل حدثنا عن تأثيرات ذلك على الأسواق العراقية شكرا للمشاهدين شكرا طبعا بداية تعويم العملة ورفع سعر سرف الدولار تحدثنا بهذا الحديث واليوم المسى على أرض الواقع اليوم مدخلاتنا كمزارعين وكفلاحين هي مدخلات كلها مستوردة بالعملة الصعبة بما معناه بالدولار ارتفاع سعر الدولار رفع كلفة الانتاج وبالنتيجة بقت المنافسة على حالها باعتبار اليوم إذا كانت المنافسة من دول الجوار كل دول الجوار تتمتع بالمدخلات تنتج داخل هذه البلدان لكن العراق عكس هذا الموضوع هناك دعم قدم الحكومة ويذهب هباء دعم وهمي باعتبار أنه مثل ما ذكرت تقريركم أن سعر السماد اليوريا اليوم موجود يصل إلى الحدود العراقية بما يقارب 190 دولار يباع على الفلاحين من قبل تجهيزات الزراعية بـ 280 ألف دينار أي بفارق مدعوم بنسبة 50% المفترض أن يصل بـ 90 دولار لكن بسبب عمليات الإضافات أو النسبة التي تضاف على الأسعار تفعت عندنا كلفة الإنتاج وبالنتيجة اليوم المستورد لا زال ينافس بسوق المحلية إذن كيف نفسر سيد حيدر يعني محاصيل تغطي حاجة العراق محاصيل مهمة مثل الطماطم والبطاطا تتحول إلى سلع خاسرة كيف نفسر ذلك؟ نفسر أن كلفة المدخلات في دول الجوار أقل وعدم التزام المنافذ الحدودية وخصوصا المنافذ الحدودية الموجودة في أقليم كردستان بالرزنامة الزراعية تنعكس بشكل سلبي وشكل كبير جدا إضافة على ذلك وزارة البلديات تتدخل بشكل سلبي أيضا من خلال وجود العلاوي تحت سيطرتها علاوي الخضر والفواكه وبالنتيجة تجعل فجوة سعرية كبيرة جدا اليوم لو ذهبتي إلى الفلاح داخل الحقل يبيع المنتج بسعر بخص ونرى ما يقارب الألف أربعمائة دينار فجوة سعرية بينه بين المستهلك أغلبها تسعين بالمئة من عدة تخلقها وزارة البلديات يجب أن يكون هناك تدخل سريع من قبل الحكومة لوضع العلاوي الخضر والفواكه تحت سيطرت وزارة الزراعة باعتبارها الوزارة القطاعية وثانيا ضبط المنافذ الحدودية اللي اليوم الدخلين مو فقط المنتجات بل الدخلين سلالات مرضية جديدة وصارت عندنا حالات وإصابات كثيرة بجراء عدم وجود حجر زراعي وحجر صحي في هذه المنافذ طيب في إطار هذا الموضوع يعني كونك رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية المنتجات المحلية كما تعلم هي جزء من الأمن القومي كيف يمكن حمايتها في ظل الأزمة الرهنة حسب اقتراحاتك طبعا أكيد اليوم نحن عندنا السلة الغذائية وكانت عندنا تجربة في بداية جاحة كرونة كان للفلاح العراقي وقفة واستطاع أن يوفر السلة الغذائية هذا دليل على أنه الفلاح قادر على أن يسد حاجة السوق المشكلة اليوم هي بمنافسة المستورة ذلك لم نضع حلول طبعا وكان هناك لقاء قبل يومين مع سيدة وزيرة الزراعة في إقليم كردستان وكان هناك تفاهمات على أن يتطبق الرزنام الزراعية من أجل حماية المنتج المحلي لكن للأسف الشديد لحتى هذه اللحظة لا توجد نتاج على اللقاءات المتكررة التي حصلت وطبعا كان في مقر الوزارة الاتحادية في وزارة الزراعة العراقية إذا لم يكن هناك تدخل بدعم المدخلات أو يعني عندنا اليوم طريقين حقيقة الطريق الأول أن تكون الحكومة تتبنى عملية دعم المدخلات بشكلها الحقيقي وإيصالها إلى الفلاح ليس بشكل الحالي وأما نفتح الأبواب للسوق السوداء من أجل منافسة المدخلات وبالنتيجة تلخفض. أيضا اليوم نحن عندنا صادرات لبعض منتجاتنا هناك بشائر لتصديرها إلى خارج العراق سيد حيدر أعتذر منك لضيق الوقت رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية سيد حيدر عبدالواحد كنت ضيف أنا في السادسة شكرا جزيلا لك